مرحبا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي اليوم الفيديو راح يكون عن بثوث التيك توك او ماي جاد اكيد يعني حرفيا اسوء الشيء موجودة بالحياة هي بثوث التيك توك بس ملاحظة مهمة يعني ما اقصد اهين اي شخص يبث على تيك توك بالعكس انا من المتابعين الناس اللي يبثون على تيك توك حرفيا يسلوني باليالة اتنا تخيلين وضحة اتتابع مثل طلال سام حرفيا اتابع كل بثوثة كل شيء بس اكيد ما اتابع بثوثة مباشرة انا اتابع بعض الاشخاص الفانس لما ينشرون مقاطع بالاضافة الى كادي ميار دعاء نصريا شوف لقطات من بثوثهم حرفين تخليني اضحك باليال وصير مدمنة انو انا شوف شنو قالوا شنو سواوا ضحك مطبيعي لساعات طويلة فاكيد انا ما اقصد اهين اي شخص والاشخاص اللي راح اتكلم عنهم اليوم فهم حرفين اشخاص غريبين ويسوون اشياء غريبة ما اقصد اي شخص يبث بطريقة عادية لطيفة كيوت ما بيها شيء بالعكس شيء جدا عادي بس اكيد لكل شيء جانب مظلم جانب مخيف مثل عمليات الاحتيال استغلال الاطفال ذا والاحتياجات الخاصة للدعم المادي ومحتوى زاد 18 على تطبيق مخصص لاطفال على فكرة التيك توك من عمر 12 سنة فاذا عمرك 12 سنة 13 14 من الممكن ان انت تدخل وتشوف لكن بعض البثوث هي زاد 18 واليوم راح نسولف عن اغرب لايفات تيك توك من البثوث اللي من تشرب الوقت الحالي هي بثوث النوم فعليا اشخاص ينامون ويفتحون بث مباشر والناس ترسللهم فلوس لانهم نايمين وآلاف الاشخاص يتابعونهم ويكونون موجودين على اللايف يتابعون يتابعون يشوفون وهذا الشخص هو نايم بس اللي يخلي هذي البثوث مميزة لما تتبرع لهم بفلوس التبرع يسبب صوت عالي يخليهم يفزدون من نومهم يعني حرفيا انت تزعد شخص خلال نومه عن طريق هذي الفلوس اللي اتترسلها وأكيد كل ما زادت قيمة الفلوس كل ما زاد الازعاج فالناس يحبون هذا الشي يحبون انه هما يشوفون شخص نايم ويزعجوه عن طريق هذي البثوث ويرسلوا له فلوس في سبيل انه هما يزعجوه واو Viewers can buy him virtual gifts that trigger lights sounds bubbles inflatables and more things that actually disturb his slumber the trend first became popular on Amazon's live streaming platform Twitch before running to TikToker in the last year and Rochelle my first read of this story in the journal this morning was sign me up 35 grand a month but then I watched this guy and this is absolutely miserable if anyone out there وحول العالم آلاف الأشخاص يبثون بهذه الطريقة بس الشخص اللي يبدأ هذا النوع من البثوث هو باسم جايكي بوهم ويكسب شهرياً خمسين ألف دولار وهو نايم شنو قاعدين تساوون اتو نايمين حرفين شخص ينام ويكسب خمسين ألف دولار بس من النوم أكو ناس على الكوكب مستغلين النوم يربحون فلوس آلاف الدولارات آني أنتم شنو اللي قاعدين نسوي وحنايمين حرفين بالنهاية يكتبوننا أو يقولوننا أنهم الظالم عبادة هذا الظالم خمسين ألف دولار يأخذ وبعض البنات يصورون نفسهم وهم نايمين والغرفة مخيفة أعتقد هو هذا المغزن منها أن الغرفة مخيفة يصورون فيديوهات يصورون نفسهم وهم نايمين وكلما تركزون أكثر تشوفون أشياء مخيفة أكثر بالغرفة البعض يكتب لي أن المكان اللي قاعدة أصور به حاليا مخيف تخيلوا عاد إذا أصور لكم فيديوهات بهذا المكان أجيب لكم شخص هنا هيكل عظمي الناس مو بس مستغلين النوم هم مستغلين للأطفال بعد ما راح أنشر اسم الشخصية هذه أو الحسابة أو أي شيء لأنهم عرب معلأسف أتمنع أنكم متهاجموهم لأنهم تقريبا معروفين على تيك توك وعدهم متابعين وأرقام يعني أكثر من خمسمائة ألف أعتقد متابع فما ردا سبب أي مشاكل بس حرفيا سووا هذا النوع من البثوث هذا البث بالوقت اللي انتشرت به لعبة الصبارة الراقصة واحد من أطفال هذه الأمرأة كان موجود بالبث هو لابس لبس الصبارة الراقصة المشكلة أنه الطفل مقادر يتنفس وهو يسولف على اللايف أنا مقادرة أفهم هل لازم ألوم الأم أو المتابعين اللي يكتبون أسمائهم ويطلبون منها أنه هذا الطفل يرقص ويقول أسمائهم لما شفت البث حسيت أنه أنا دخلت بالدارك ويب الجانب المظلم من الأنترنت فجأة طلع قدامي فين اللي قاد يصير هذا الشخص بالفترة الأخيرة صار يظهر لي بطريقة مطبيعية هذا الشخص باللايف يبني برج من الورق وباللايف إذا شخص أرسله تبرع بقيمة عشر دولارات واللي هي غالكسي لازم يهدم البرج اللي بناه وهو مايريد هذا الشيء ويقول للناس لا ترسلوا وليتوقفوا ويبكي هو بالحقيقة يستغل المراهقين والأطفال لأن هم يتكلم مع أطفال والمراهقين أنه لا ترسلوا لي لا ترسلوا لي الأطفال والمراهقين رح يرسلوا له لأن هم ما يحبون يستمعون شخص يقول لا وحاولون أن هم يزعجوه فيرسلوا له فلوس ويدعموه المشكلة أنه مشهور مشهور الكل يشوف فيديوهاته والكل يرسل له فلوس وكمية الدعم اللي يوصله مو طبيعي لكن بكاء فلتر واو فلتر يا اكتشفته صحيح اتفاجأته أكيد فلتر وطول البث هو يصرح ويبكي بشكل مو طبيعي ومزعج مزعج واتضح بعدها أنه هذا البثوث اللي كان يبثها هو مو بث حقيقي وإنما فيديوهات مسجلة وكان يبثها الناس اكتشفوا هذا الشي لأنه هما شافوا نفس الرياكشنات شافوا نفس الكلام كان يقوله بس بيبثوث مختلفة لما قارنوهم اكتشفوا أنه ها هذا نفس الفيديو نفس البث نفس الرياكشن نفس الكلام فمعناتها أنه هذا فيديو واحد واو بالإضافة أنه عنده عدة حسابات يبث بيها بنفس الوقت لكن بطرق مختلفة بشكل مختلف بستايل مختلف على أساس ما حد رح يكتشفه الحساب التالي الشخص اللي يبث رح يحط أشياء على رأسه مقابل التبرع يحط أكل كيتشاب سلطعون أشياء ثانية غريبة وأكيد اللي رح يحطها يختلف باختلاف التبرع مثلا إذا تبرعت بجالكسي رح يحط أخطبوط على رأسه أخطبوط وإذا تبرعت بقبعة رح يحط كيتشاب وإذا تبرعت بقطار رح يحط ديدان ديدان على رأسه شو قاعد تسوي؟ في سبيل الفلوس الإنسان ممكن يصل لهذه المراحل البعض يأكلون دود يعني هو مو بس يحطه على رأسه لأكو بعض الأشخاص يأكلون دود وأشياء قذرة إذا في حالة أنت تبرعت لهم أو أرسلت لهم أي فلوس رح يقلون شو قاعدين تسوون بحياتكم؟ يعني ليش؟ ووحدة ثانية مثلة تسوي نفس الشيء باسم لورا بعمره 18 سنة كل ما تتبرع تحط لبن على رأسها وتحط بيض على رأسها بالإضافة أنه هي تسوي حركات وصخة وهي بعمره 18 سنة تسوي حركات وصخة والأشياء اللي تحطها على رأسها ليش؟ أحد يعرف في سبيل الفلوس وأكيد عندها موقع خاص للأشياء الغير أخلاقية فهي هذه النماذج بأمريكا اللي يظهرون على البثوث فأنتم تخيلين وهذه عمرها 18 سنة بس يعني هي مو بس تروج لأشياء غير أخلاقية هي بعد تبذر نعمة الله له بعد أشياء صخيفة والأشخاص اللي يتابعوها عمرهم 18 و13 و14 سنة بالوقت الحالي البنات أكثر شيء قاعد يجيسون لايفات غريبة وحركات غريبة ويعيدون نفسي كلام أه أه ايه معرف أي شيء شيء غريب على أساس أنهما شخصيات أنيمي وكيوت والناس يتابعون هذا القرف وكلام هذا البنت يطابق الهدية وتقول آيس كريم آن 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 آيس كريم آن 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 شلي قاعد يصير آيس كريم يام كيتي بوس بررر آيس كريم يام بس البنات كيوت أوكي الناس يدعموهم شخصيات أنيمي كوسبلاي إنهم يتنكرون بشخصيات أنيمي يمكن أن تفهم الموضوع على الأقل إنها ما تحاول تقلل احترامها لنفسها لكن تخيلوا يسألوها شنو شغلت شنو تشتغلين تقولهم والله أنا أشتغل شخصيات أنيمي جنية على التيك توك بس إذا سألت رجل هذا الشيء الموضوع رح يصير مريب برو عمو أخويا شنو اللي قادة تسوي المشكلة أنه عنده 200 شخص فقط يتابعه بدون تبرعات بدون شي ومتقمص الشخصية شنو حواياتك بوقت فراغك أصير قطة على تيك توك ليش متقمص الشخصية بهذا الشكل ليش حاب بالموضوع سؤال شخصي أتمنى تجاوب عليه بالإضافة إلى اثنين بنات من روسيا دائما يظهرون هما نايمين بالإفراش بجانب بعض أفوقها الكاميرا تصورهم ويقولون نفس الكلام أو يصرخون والناس يوصلون لهم تبرعات غالية توصل لـ 500 دولار راتب شهري لإنسان 500 دولار يتم إعطاءه كتبرعات لبنات مجرد أنهم نايمين ويصورون نفسهم ببث تيك توك بسي بر 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 الناس صارت تجمع فلوسه وهم نايمين ومددين ومرتاحين بفراشهم نحن شن اللي قادرين نسوي قادرين نضحك عليهم يه وكل هذا ما يتقارن مع بثوث أي سمار كلهم يحطون أشياء على المايك وأشياء غريبة وأصوات على أساس أنها أصوات مريحة بس البعض فعليا يبذي الجهد خارق على اللايث مثل هذا اللي رح نشوفه هسا يه واو شلي قاعد تسوي أنت بخير لا تجاوب شلي قاعد يصير شلي قاعد تشوفه شلي أنتوا قاعدين تشوفوا بسببي بس أريد اللي بعده هي اللي تجاوبني وتقول لي هل هي بخير أو لا فلتر فلتر وبعدين شنو أقدامها صفرة فكرت أنها إيموجي بس بعدها رح تشوفون أقدامها وأبحث خلفها لحظة الصمت من اللايفات اللي اشتهرت بالفترة الماضية هو اللايفات الرجل العجوز المخطوف رجل كبير بالعمر واضح عليه التعب وقدرة تحمل جدا ضعيفة مستحيل يعرف شنو معنى التيك توك أو مواقع تواصل اجتماعي ولايفات وداعمين مستحيل يفهم هذه الأشياء أو يعرفها لأنه مبين وواضح أنه رجل بسيط هذا الشخص ظهر على أكاونت غريب ومحتوى الأكاونت هي الصور وفيديوهات لبنات عشوائيات وضعيفات طويلات وهم يمشون ويظهرون اجسادهم هو هذا كان المحتوى وكان عليه هذا الحساب أكثر من مئة ألف متابع أول بث العجوز الناس لاحظوا أنه كان يبث اليوم كامل بالإضافة هو كان يسمع أغاني أو كان حواليه أغاني ويعمل حركات على الأغاني على أساس أنه هو يرقص لكن عيونه تعبانه وخايفه وشكلا أحسان وأحس أنه حتى مو قادر يتكلم بها وعلى عيونه وعلى الغرفة اللي كان موجود بيها كأنه جالس بمكان مهجور مو بيت وعيونه دائما تنظر لشخص خلف الكاميرا وبعض الأحيان تظهر ظلال بالغرفة واضح أنه الشخص خلف الكاميرا كان يعلمه شون يرقص وشلون لازم يتحرك بالبث وهذا العجوز كان يقلد حركاته ولما العجوز كان يتعب يظهر أنه يغسي الوجه بمي ويرجع يكمل البث ويرقص والشي مقرف أن الأغاني اللي شغلوها هي أغاني عربية بس الشخص هذا ما كان بدولة عربية هو كان من باكستان بس ما عرف هل كانوا يستهدفون العرب المتابعين العرب والداعمين العرب مو طبيعي وبعدها رح يظهر معاه الرجل الثاني رجل عجوز وصاروا يرقصون مع بعض اثنينهم وواضح عليهم أنهما تعبانيا وما حاب بين الشي اللي قاعدين يسووه لأن بصحوبة كانوا يرفعون ايديهم ويرقصون مع الأغنية وبعدها العرب اهتموا بالموضوع وصاروا يظهرون باكستات أو ما عرف شون يسموها بس ظهر العجوز وظهر الشاب معاه الشاب اللي كان على أساس المسؤول عنه بس المشاهير على تيك توك والعرب سولفوا معاه وقالوا أنه أنت بخير شون اللي قاعد يصير معاك أنت مخطوف الكل كان يكتب بالتعليقات أنه هذا الشخص مخطوف هذا الرجل مخطوف فالمشاهير أنه يسألوه أنت مخطوف أنت بخير شو اللي قاعد يصير وياك أنت من وين والأغرب أنهما كانوا يصورون نفسهم وهم يصلون شون الفكرة شون الغاية ما عرف كأنهم يحاولون يثبتون أنه هذا العجوز مو مخطوف بس الأغرب هو الشاب اللي معاه صار يطلع باللايفات ويرقص مثلهم على أساس أنه مو بس أنتوا مخطوفين مو بس هذول الأشخاص مخطوفين أنا هم بعد مخطوف معاهم وسوي هذه الحركات أنا مجبور بس اللي فضحهم هو وجود مسدس بداخل الغرفة ما عرف إذا هذا الشي قانوني أو لا أو هل يمتلكون ترخيص على هذا المسدس هل هذا الشي موجود بباكستان ما عرف بس شون يسوي هذا المسدس بغرفة وأصلا الغرفة اللي قادم بيها كأنها مكان مهجور يعني مستحيل عندهم شي يحموه بس بعدها العرب صاروا مهتمين أكثر وأكثر بالعجوز وطلبوا من العجوز أنه هو يشوفهم هويته وفعلا ظهر ببيثه هو يحاول يشوفهم الهوية بس ماكو أي شي ظهر بالهوية عبارة عن بياض لا صورة لا كلام طلبوا من أنه هو يرفع إيده بس العجوز مو قادر أعتقد أنه صاحب البيث أو صاحب الحساب أو الشخص اللي كان موجود معاه إذا في حالة أنه هو هذا الشخص أصلا اللي كان موجود معاه هو المسؤول كان يخاف من ردة فعل الناس وبدأ يصور العجوز وهو يأكل ويدبس ملابس جديدة كانوا خايفين أن الشرطة من الممكن توصل لهم بعدها الحساب بصورة غريبة اختفتها محفة وما نعرف شن اللي صار معاهم هل هذا الرجل العجوز ورجل الثاني العجوز اللي ظهر معاه هل هما بخير هل هما مخطوفين هل هما على قيد الحياة لغاة الأهان ما حد يعرف بس هل فعلا هل هما مخطوفين لأن هذه مو أول مرة يتم استخدام الكبار بالسن واختطافهم في سبيل الفلوس للأسف رح أتكلم بموضوع ما عرف إذا من حقي أسالف بهذا الموضوع أو لا بس هو عن استخدام الكبار بالسن تم استخدام السوريين الكبار بالسن اللي موجودين بالملاجئ لعمل لايفات حرفين يتم تسليمهم هواتف وحسابات تيك توك ويطلبون منهم أنه هما يبثون يبثون لساعات طويلة بعد ما الناس يتبرعوا لهم هذه المنظمة اللي هي استخدمتهم رح يأخذون الفلوس ويتم اعطائهم يعني ممكن دولارين ثلاثة خمس دولارات فقط من المبالغ الضخمة اللي يتم أخذها منهم وبس هذا كان فيديو اليوم أتمنى أنه ما تدعمون هذا النوع من الحسابات اللي يستخدمون كبار بالسن يستخدمون المرضى وهم فعليا مو مرضى وبس هذا كان فيديو اليوم وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله باي